نهاردة طبعا كلنا على موعد مع المؤتمر الصحفي العالمي اللي هتعقده الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة عشان تعلن جدوى الموعيد لانتخابات الرئاسية المقبلة وإجراءات التصويت سواء كان في الداخل أو بالنسبة للمصريين المقيمين في الخارج الحياة انه الهيئة الوطنية أكدت على انها بتقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين في الانتخابات الرئاسية القادمة وليها تتم تحت إشراف قضاء كامل ووفق المعايير الدولية ده بكل تأكيد بعد الانتهاء من توفير كل الأدوات اللوجستية للانتخابات وأيضا تجهيز المقارات اللي هتستخدم في المراكز الانتخابية على مستوى الجمهورية أيضا تحديد قواعد بيانات الناخبين ده غير أنه فيه اهتمام بمتابعة الانتخابات من ممثلي منظمات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية للعملية الانتخابية ده طبعا بجانب كمان ممثلي الصحافة والإعلام المحلي والإقليمي والدولي داخل مصر وخارجها وده إن كان بيعكس شيء فهو بيعكس الحرص الشديد على تحقيق كافة الضمارات والإجراءات اللازمة لإدارة الانتخابات بكل شفافية بنصبح لحضراتكم يوم سعيد صباح الخير والسعادة عليكم جميعا صباح الخير يوم مصر